عرفت مديرية المسيلة بمحافظة المهرة منذ القدم بمزاولة أهلها مهنة الزراعة حيث تمتلك هذه المديرية ثروة وأراضي زراعية بمساحات واسعة ما جعل الزراعة فيها هي المهنة الرئيسية ومصدر الدخل للكثير من أبنائها كان الأجداد السابقون يزرعون في المزارع وكانت لديهم أرض خصبة في مديرية المسيلة مديرية المسيلة تمتاز أيضاً بالتربة الخصبة كان الأجداد يزرعوا النخيل والخضروات والفواكه وأيضاً المسيبلي كانوا يستخدموه زمان في زراعة هذه المزارع الآن هذه الأشيار والنخيل والخضروات متواجدة إلى حد هذه اللحظة يتوارثوها الأبناء بعد الأباء في هذه المديرية وفرة المياه الجارية طوال العام كانت أحد أهم الأسباب التي جعلت من أبناء المسيلة يمتهنون الزراعة إضافة إلى وجود مساحات واسعة وكبيرة من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضروات والفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى وعلى الرغم من توفر المياه والأراضي الزراعية إلا أنها لم تستغل بالشكل الصحيح من جانب المزارعين حيث تقتصر المحاصيل على أنواع معينة ومحدودة جداً أغلبها أعلاف للحيوانات أنت المسيلة أو مواطنين بشكل عام يعتبروا أو يعتمدوا على الزراعة كدخل أساسي من حيث المحاصيل من حيث الثمار والفواكه أما الآن تجدهم يعانوا من ناحية قلة ارتفاع أسعار الديزل وأيضاً ارتفاع أسعار المحاصيل وأيضاً عدم اهتمام السلطات أو المؤسسات التي تهتم بالجانب الزراعي عدم اهتمامها بالمديرية حيث أن المديرية تعتبر أكبر مديرية ساحلية تضم مناطق زراعية أو أراضي زراعية فهل هذا نطالب أو نناشد من له الأمر من يهمه الأمر فأني اهتم بمديرية المسيلة لأنها تعتبر كنز مدفون بالزراعة كنز خصب أرض خصبة تحتاج إلى اهتمام هذه المعضلة التي تعاني منها الزراعة في مديرية المسيلة بحاجة إلى معالجة من قبل الجهات المعنية عبر دعم المزارعين وتزويدهم بما يحتاجونه من أدوات ودعم مادي لاستغلال هذه الشروة